إن لم نتحرك أمام هؤلاء الأواش وسيكون خسارة لمعركة عالمية بين الحضارة وبين الهمجية لم تكون خسارة للحكومة السورية أو الجيش العربي السوري بس ستكون خسارة لكل جيوش العالم لن يكون هناك حل صريح واقعي إن لم يتحرك المجلس الأمن من خلال منع منعا باتا واعتبار مدينة تدمر خطا أحمر